السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأحد 24 تشرين الثاني نوفمبر القمر اليوم استقر تماما في برج العذراء ورح يظل موجود في برج العذراء حتى ظهر يوم الغد الاثنين الساعة 11 و19 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج القمر الآن موجود في منزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 9 و13 دقيقة صباحا من صباح اليوم الأحد بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح القمر بما أنه اليوم موجود في برج العذراء معناته منعود لطبيعتنا الجادة ومنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة أو بدء نظام غذائي أو تمارين رياضي بتساعدنا في الحفاظ على وزننا منذهب للعمل بحيوية ومنركز في جميع التفاصيل ومندقق بكل شيء ومنكون منظمين جدا الناس نادرا أنهم يقدموا الدعم المالي أو العاطفي في هاي الفترة لأن العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر احذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة كما أن هذا الوقت يعني هي أفضل وقت للتخلص من عادات سيئة كالتدخين أو شرب الكحوليات أو المهدئات أو المخدرات ويمكننا الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحوصات الطبية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و24 دقيقة بعد منتصف هاي الليلة يعني ساعة الفجر تعتبر بتوقيت جرينتش من واجه مصاعب عراقي اللي بتطلب منه أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوث بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجو للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزمتنا ضعيفة منكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة 4 و21 دقيقة فجرا بتوقيت جرينتش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 و3 دقائق صباحا بتوقيت جرينتش يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة وبنقبل باقتراحات غير منطقية لازم نكون متعقضين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم والتخمي أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة 8 و9 دقائق مساء بتوقيت جرينتش بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لأطائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع هي مصدر للتوتر وخصوصا للأشخاص اللي بكونوا متعبين من زيادة الأحمال أو الضغوط فممكن تعرضنا للحوادث ما منحسن التحكم لا في كلامنا ولا في أفكارنا ولا في ذاكرتنا بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعا الأمعاء الدقيقة لأعور القولون الجهاز الهضمي الـ 12 المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم ما في أي مشاكل دون الأعضاء اللي ذكرناها إلا إذا كانت اضطرارية هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج العذراء خلو المسار القادم بيكون يوم الغد الاثنين بيبدأ الساعة 35 و34 دقيقة صباحا بتوقيت جراناتش وبينتهي الساعة 11 و19 دقيقة ظهرا بتوقيت جراناتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمر 23 يوم الساعة 10 و53 دقيقة مساءا بتوقيت جراناتش بنبدأ باليوم الـ 24 نسبة الإضاءة نهاية اليوم 33% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 سعيد بنسبة 45% القمر في العذراء حتى يوم 25-11 منتحس الان بنسبة 10% ساعة الفجر منتحس بنسبة 40% عطارد في القوس حتى يوم 26-11 بعد يمد يبدأ بعملية التراجع فبدأت تأثيرات التراجع واضحة تماما عشان هيك بتكونوا حذرين مناء اليوم منتحس بنسبة 40% الزهرة في الجدي حتى يوم 17 سعيد بنسبة 30% المريخ في الأسد حتى يوم 6-12 سعيد بنسبة 45% الآن ساعة الظهر سعيد بنسبة 15% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 15% قرى نصف الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الدلو حتى يوم 4-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذاكم وراحتكم ممكن تشعروا بالإرهاق بسبب كثرة الأعباء نظم عملك جيداً وما تهمل الواجبات وحاذر من التبذير ممكن تعالج مسائل مالية وتجد حلول للفوتير المتوجبة عليك أو يكون عليك بعض المسائل المالية المؤرقة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم حاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة وصحح الانطباعات عنك اثبت للمشككين طاقتك وما تستسلم للضغوط قبل تحقيق الإنجاز وثابر برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة هدى من روعك وتوقف عن التفكير لو قليلاً ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أهم مش إنك ما تختلق المشاكل وما تخل في الرأي العام وما تناقش بجفاء بل بليونة تامة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتنشطوه في مجال السفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجتياز مقابل أو امتحان وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار تكثر التنقلات وحركة التواصل وهي فترة ممتازة لعقد مؤتمر أو لأخذ دورة أو للقيام برحلة أهم شي إنك ما تكثر المطالب وتجنب اعتماد أسلوب فض وابتعد عن التحديات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تناقشوا موضوع مالي أهم شي إنه ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل وما تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقد قبل التوقيع على العقود وحدد أهدافك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة آثقتكم بأنفسكم كبير وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الداعم من مكانتكم الاجتماعية تحسم أمورك وبتقرر على شيء جديد ممكن تفرح لا انفراج أو لا تسوية أو لا تطور أمر ما تلفت نظر الآخرين بأفكارك الخلاقة وسرعة بديهتك وبتنهي مفاوضات لمصلحتك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هذا اليوم بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بتعيش في دوامة من الكآبة والإحباط وهي فترة إرهاق وتقاعص فابتعد عن الأجواء الصاخبة والأماكن المكتضة وابحث عن الهدوء والسكينة وأي قرار مهم أصبر ليوم الغد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانك تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ممكن تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم فكون عند حسن الظن بك والجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر الحوادث برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيمة لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطف وتجاوب أحباكم معكم ممكن تفرح لإنفراج ملموس أو ترتفع فرص النجاح تشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة وممكن تتلقى إشارة إيجابية هذه فترة مناسبة للتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتخففوا من النفقات المتصاعدة اطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرار ممكن تنشغل بمسائل مالية وهموم صحية وعائلية وباستطاعتك بحث موضوع قرض أو تمويل أهم شنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سوى في مجال العمل أو العاطفة وما بنصح هذا اليوم من أي مواجهات مع الشركاء بس بنصح بالأعمال المشتركة وحاذروا من التوقيع على العقود دون التدقيق فيها حاذروا من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محل لأي كان ممكن تواجه خصم شرس وتشتد المنافس بينكم أهم شيء أنك ما تخالف القوانين هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء